ممكن يدخل بنزيمة، ممكن يدخل جوتا ما تعرفش عليه، ممكن تتغير المعطيات كثير بشكل كبير بالنسبة للاتحاد ولكن في الأخير الاتحاد ما عنده شي يخسره شي يلعب في اتجاه واحد أنه يفوز بهذه المباراة ونسجل فيها فارق هدفين وأنا أعتقد أنه نرجع على قيمة هذا السؤال اللي اسألته لأول شي هل هي نتيجة مطمئنة؟ هل لا أعتقد أنه 2-0 خلى فيها الهلال المجال للاتحاد أنه عنده الأمل في المباراة لازم مرة أخرى يجهد نفسه الهلال ويلعب مباراة جيدة ويسجل أهداف وما يخسر بفرق هدفين في مباراة العودة طيب معلومة نذكرها للتاريخ الهلال يواجه في المواجهة القادمة الرياض في دوري روشن السعودي في حال نجح الهلال في تحقيق انتصاره في المواجهة القادمة سيكون الانتصار السابع والعشرين على التوالي وهذا الرقم يعادل أفضل أو أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم حيث نجح ذلك الفريق الويلزي The New Saints صحيح في تسجيل 27 انتصار فبالتالي الهلال أمام رقم تاريخي آخر سيعادل به الفريق الويلزي ولملاء أن يواصل اليوم هو كسر رقم ايكس أو عادل رقم ايكس بـ 26 انتصار على التوالي وأمام فرصة تاريخية لمعادلة السلسلة الأكبر في تاريخ كرة القدم من حيث الانتصارات المتتالية رقم كبير جدا في 2 آياكس محمد في آياكس 71-72 وفي آياكس اللي عامل 25 فوص في 55 عامل 25 فوص آياكس هو كسر رقم وعادل رقم آخر أيوه بالضبط كسر رقم فترة 55 وعادل رقم 71-72 طيب بالنسبة وكذلك صالح الشهري تحدث بأن المدرب خيسوس دائما يحثهم من خلال الحصص التدريبية على مثل ويدكرهم مثل هذه الأرقام القياسية للمزيد اليوم أنك تنتصر كابتن أحمد ما بقول سهل لكن ممكن لكنك تحافظ على الشكل على الهوية على كل هذا الثبات بالنسبة للهلال 26 مباراة على التوالي انتصارات وسلسلة أخرى بالنسبة لعدم الخسارة رقم كبير جدا لفريق كبير محترم يعني عنده الشخصية من خارج الملعب وفي الملعب بالضبط الأهم من هذا كله أخوي محمد هذه الانتصارات المتتالية يجب أن تقربك إلى تحقيق أهدافك وهي إحراز الألقاء صحيح أنت ماشي وتبغي تحطم رقم قياسي ولكن أنت مطالف النهاية أن تحرز أرقاب هذا ما يسعى له الهلال الفرق بينك وبين النصر في الدورة تسع نقاط كذلك عندك أنت قول عندك نصف نهاية وإذا تأهلت نهاية كذلك لا تنس أنت راح تواجه بطل شرق آسيا صحيح إذا وصلت نهاية وبالتالي إلى الآن صحيح أنت مطالب تحقيق الأرقام ولكن نس الوقت يجب عليك تحقق اللقب هذا أهم من كسر الأرقام القياسية موسيقى